السلام عليكم العالم النهاردة بيخشى التطور كبير في عالم تكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعي واللي أصبح جزء متميز وأساسي في معظم التقنيات الحديثة المستخدمة في تطوير البرمجيات والأنظمة المختلفة واللي قدر يعزز ويرفع كفاءة القدرات البشرية ويفتح أفاق جديدة في مختلف المجالات واللي قدر اتحقق نقلة نوعية في مستوى الابتقار والاستدامة واللي بتأدي إلى تحسين جودة الحياة أو الكواليتي أوف لايف من أشهر التقنيات أو التطبيقات للذكاء الصناعي قدر يغير فيها ويتطورها بشكل كبير الفترة اللي فاتت هي تطبيقات image processing أو معالجة الصور واللي عمل طفرة في مجال graphic design بشكل مهول بجانب البرامج اللي بقيت تقدر تعدل وتحسن وتلون الصور بدغطة زر واحد في نوع جديد من تطبيقات الصور يبتدى ينتشر وهو image generator أو توليد الصور باستخدام الذكاء الصناعي واللي بيطلق عليه مسميات تانية زي text to image أو تحويل النصوص إلى صور والموضوع ده تطور مؤخرة بشكل كبير لدرجة أن يبقى معظم البرامج بمجرد إمدادها في بعض الكلمات بتقدر توليد صور احترافية بورفشنال حقيقية مطابقة الواقع بدون أي مجهود بشري الأمر اللي شجع شركات software الرائدة في مجال graphic design على استغناء تقنية الزكاء الصناعي في تطوير وتحسين تطبيقاتها وبتكار طرق جديدة ومميزة لإنشاء وتصميم الصور من خلال الوصف الأمر اللي ساعد على توفير الوقت والمجهود بشكل كبير جداً وفتح مجالات كتيرة جداً لمصميم من أشهر التطبيقات الموجودة على الساحة اللي بتقدر توليد صور باستخدام الزكاء الصناعي هو تطبيق ولكن في الوقت الحالي ما بقاش مجاني للأسف ولكن على النظير لسه فيه برامج قوية جداً بتقدر تتيح خدمة بشكل مجاني وفيه بعض منها تكلمنا عليه بشكل مختصر في حلقات كتيرة فاتت فالنهاردة نستعرض مع بعض بعض التطبيقات الفريدة اللي بتقدر تساعدنا في عمل الصور باستخدام الزكاء الصناعي بشكل مجاني ولو فضلتم معنا لآخر الحلقة هنتكلم بشكل مختصر إزاي كمان نقدر نحقق الربح من توليد الصور باستخدام الزكاء الصناعي وإزاي تقدروا تستخدموا ميزة زي دي كمصدر دخل إضافي لكم أيها فعلاً ما تستغربش الموضوع ده صحيح لأن فيه ناس فعلاً بتقدر تحقق الربح من خلال بيع الصور اللي بتقدر تعملها من خلال الزكاء الصناعي ده إلى جانب طبعاً لأنت ممكن تستخدم الصور دي لو أنت من صناع المحتوى بشكل مجاني وبدون الحاجة إلى حقوق ملكية فلا مش عايزك تملك أو تذهب بسرعة لأن لو استنيت معنا لآخر الحلقة أكيد هتستفيد وهتتعلم حاجة جديدة يلا بينا أول تطبيق معنا بيستخدم خدمة الزكاء الصناعي لتوليد الصور هو تطبيق دال إي واللي الإصدار الثالث متاح منه دلوقتي وبيسمى دال إي سري تطبيق دال إي أو دال إي سري تم تطويره من قبل شركة أوبين إي آي نفس الشركة المصنعة لتطبيق شات جي بي تي الشهير اللي كلكم عارفينه تطبيق دال إي سري من التطبيقات القوية المنافسة لتطبيق ميت جورني ولكن شركة أوبين إي آي بتطبيق دال إي ضمن اللي Cody أو ضمن الاصدار المدفوع من شات جي بي تي اللي هو شات جي بي تي فيجين فور فكان لازم تبقى مشترك في تطبيق شات جي بي تي فيجين فور المدفوع علشان تقدر تستفيد وتستخدم قدمة دال إي تو أو دال إي سري اللي هي موجودة دلوقتي ولكن دلوقتي هوستخدم خدمات أوبين إي آي وشات جي بي تي مجاناً من خلال المتصفح أو محرك البحث بتاعها اللي هو مايكروسوفت بينج فدلوقتي زي ما احنا عارفين ممكن نقدر نستخدم خدمات شهد جي بي تي من خلال محرك البحث بينج اللي هو بتاع مايكروسوفت وكمان نقدر نستخدم دلوقتي خدمة دال إي سري من خلال نفس محرك البحث اللي هو مايكروسوفت بينج بشكل مجاني وأعتقد تجرب وتستخدم التطبيق القوي ده في توليد سور باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال البرومبت كل اللي محتاجك تعمله بتفتح البراوزر بتاعك وبتكتب بينج دوت كوم اللي هو محرك البحث بتاع شركة مايكروسوفت قبل كده ممكن تعمل حساب بشكل مجاني بكل سهولة وكنا شرحنا الموضوع ده بالتفصيل في فيديو قبل كده هتلاقيه موجود في اللينك اللي فوق بعد ما بتعمل تسجيل الدخول بتروح على شات وتبتري تكتب بقى في البرومبت جينريت اميج او فوتو وتبتري تدي له الكلمات اللي انت بتوصف بيها الصورة اللي انت عايز تعملها جينريت والميزة هنا اللي انت تقدر تكتب كمان باللغة العربية جوا تطبيق مايكروسوفت شات فانت ممكن تقول له انشاء صورة تنين مسلا ويبتري يشتغل على الصورة ويبتري يديك النتيجة جوا نفس الصفحة بتاعة الشات والضريف هنا لان ممكن استعمل طريقة الدردشة او المحاسة جوا مايكروسوفت شات وابتري اسأله اللي هو يعمل لي الصورة بشكل معين زي مسلا صورة وابتري مسلا بعد ما بيخلص اقول له اضيف لي صورة فرايز او بيبسي اه جنب الصورة فهو اوتوماتيك بيفهم اللي انا عايزه ويبتري حتى يضيف للمصطلحات اللي انا كنت المفروض اكتبها علشان يطلع لي الصورة بشكل احترافي او شكلها وممكن كمان استعمل المزايا التانية الموجودة في مايكروسوفت شات مثلا عن طريق مايكروفون ابتري اتكلم واقول له مسلا اعمل لي صورة بشكل فلاني وعلى طول بيبتري ينفذ اللي انا عايزه بعد ما بخلص بيبقى عن اختراك كتيرة لمشاركة وحفظ الصورة ممكن اعمل لها مسلا شير عن طريق دا ممكن اعمل لها سيف في الجالري بتاعي ممكن اعمل لها داولود كفايل جي بي جي او بني جي ممكن كمان اعدل فيها اونلاين بشكل مجاني بيستخدم تطبيق مايكروسوفت دزاينر وابتدأ حولها لتصميم احترافي انا بشتغل عليه مسلا لمنتج جديد او دعية واعلان والحقيقة دي واحدة من مزايا توليد الصور بالزاكاة الصناعية فلو انت شغال في التصميمات او الدعية والاعلان او الكلام ده كله البرامج دي بصراحة هتسهل عليك الموضوع ده بشكل خرافي يعني في ملحوظة تانية حابة اوضحها لانت ممكن برضو تستخدم خدمة ده عن طريق بينج اللي انت بتخش على وبتدوس على كريت وهنا بقى بتلاقي مجموعة صور وبتلاقي فيه برومبت انت ممكن تكتب في البرومبت ده اللي انت عايزه وبتدوس جنريت وبيقدر برضو يعمل لك صورة بشكل احترافي وممكن كمان تبتلك تتعلم من المكتوبة في توليد الصور اللي موجودة قدامك في الجاري بتاع التطبيق التاني هو تطبيق اتكلمنا عليه في حلقات كتيرة قبل كده هو تطبيق ادوبي فارفلاي تطبيق فارفلاي تم تطويره واصداره في خلال الفين تلاتة وعشرين من قبل شركة ادوبي طبعا واحدة من شركات الجرافيكس الرائدة وهي الشركة المصنعة لبرامج كتيرة جدا زي فوتوشوب برمير ودريم ويفر واول ما شركة ادوبي استندي قررت تدمج تقنية الزكاة الصناعي في التطبيقات بتاعتها وتبتلي تطور فيها قدرت لنا التطبيق ده وقت حيطه للمستخدمين عبر الانترنت عشان يبتدوا يجربوا ويستخدموا المزايا الجديدة دي والتطبيق مليان بالمزايا الجديدة اللي بتقدر تستخدم تفنية الزكاة الصناعي في معالجة السور ولسه شركة ادوبي شغالة وبتطور فيه كل شوية ولكن احنا النهاردة نركز على الميزة الاساسية اللي هي بتقدر تحول النصوص الى السور او اللي هي اسمها بكل بساطة من الكمبيوتر بتاعنا او من الموبايل بنفتح البراودر وبنكتب وطبعا هتلاقوا اللينك بتاع التطبيق في التفاصيل اسفل الفيديو بعد ما بندخل على بنعمل تسجيل الدخول لان لازم دلوقتي تعمل تسجيل الدخول عشان تقدر تستخدم خدمة ولو انت ما عندكش حساب ادوبي مجاني ممكن تعمل حساب بكل بساطة عن طريق اي حساب بجوجل فيسبوك او ابل وهنا بيبقى عندك اكثر من طريقة اللي انت ممكن تبدأ بيها علشان تبتلي او تعمل صورة الطريقة الاولى اللي انا بخش على تطبيق وبكتب في الكلمات اللي انا عايزها ومن العليمين بقى طبعا باختار مقاس الصورة واختار وشوية اللي انا عايز اضيفهم على الصورة الطريقة التانية اللي انا بخش على بتاع السور بتاع مكتبة السور اللي واستمع الموجود قبل كده وابتيرة اتفرج عليها واشوف حاجة قريبة من اللي انا عايز اعملو وابتيرة اختار صورة مناسبة واعدل فيها واعدل في البرومبت واعمل ودي طريقة طبعا بتساعد ان انا اتعلم واعرف السور دي معمولة زي بالشكل الاحترافي ده بدون مبدأ خالص من الزيرو بطريقة طبعا انا ممكن مسلا انا روح على اي تطبيق يساعدني في كتابة البرومبت ده مسلا شارجي بتيه ممكن يساعدني في كتابة برومبت كويس اعمل بيه صورة اللي انا عايزها في خيالي او ممكن مسلا اروح على تطبيق تاني زي واشوف الصورة مناسبة واخد البرومبت من هناك وعمله وعمله هنا في وديه طبعا خدعة معظم المصممين بيستخدموها عشان يوصلوا النتيجة احترافية في اسرع وقت وبدون مجهود بعد ما منقلص وبنوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها بنعمل كليك عالصورة وبنبتري بقى ندوس من فوق اليمين ده واللود وبنحفظها على الديسك توب او على الجهاز بتاني ودي بعض الامثالة البسيطة للصورة اللي انا عملتها باستخدام ادوبي فاير فلاي التطبيق الثالث اللي معنا النهاردة اللي بيقدر ينشئ صور باستخدام الزكاء الصناعي هو تطبيق ليوناردو اي 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 تطبيق ليوناردو اي 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 من التطبيقات القوية جدا اللي موجودة دلوقتي على الساحة واللي يعتبر منافس قوي دلوقتي لتطبيق تطبيق ليوناردو اي هو تطبيق مدفوع زي بالزبط ولكن اللي بيميزه عن اللي هو بيتيح نسخة مجانية للمستخدمين وبيديك مية وخمسين كوين بشكل يومي تقدر تستخدمهم لتوليد وانشاء صور احترافية جدا باستخدام الزكاء الصناعي بصراحة اللي شديني او جزامني في التطبيق ده عن التطبيقات التانية او جودة الصور اللي بيعملها وكمية النمازج اللي بيتحها لك اللي انت ممكن تصدمها في عمل مثلا صور حقيقية او مشابعة للحقيقة فيها او اشخاص شكلهم فعلا حقيقي وفيه كمان في ممكن تعمل لك حاجات خيال علمي او صور يعني لخيال علمي او في حاجات تانية ممكن تعمل بها الصور كارتونية او صور او وبصراحة او المكتبة بتاعته مليانة شوية صور جميلة جدا خرافية ممكن تبتدي تستخدمها كبداية لك وتتعلم منها كمان علشان تبتدي تعمل صور مسيلة في الجودة كل اللي بتحتاج تعمله بتروح على ليوناردو دوت اي اي هنسيب لك اللينك برضو في الدسكريبشن اسفل الفيديو وبتعمل تسجيل الدخول ولو انت ما عندكش حساب ممكن تعمل تسجيل الدخول عن طريق اي حساب قبل مايكروسوفت او جوجل او باستخدام اي ايميل شخصي وفيه كمان اصدار للموبايل اي بتدري تنزله على الموبايل بتاعك. اول ما بنعمل تسجيل الدخول على ليونارد اي اي بنلاقي هنا الجالري او المكتبة بتاعت ليونارد اي اي او اخر الصور اللي معمولة وزي ما احنا شايفين بتاعت الصور يعني خرافية بصراحة وفيه حاجات منها تقريبا اه قريبة جدا من الحقيقة ما تعرفش تفرقها عن الصور الحقيقية حتى الصور اللي هي فيها خيال علمي انا شايف بتاعها كويسة جدا اه مقارنة بالتطبيقات التانية وحتى الصور اللي هي او الكارتونية برضو اه جميلة جدا اه فلو احنا بقى عايزين نبتري نعمل صورة ممكن نبتري نستخدم اي واحدة من دول ونشوف حتى اللي كان مكتوب عمل ايه بالزبط يعني لو نزلنا هنا مسلا عايز اشوف الصورة دي ده اللي كان مستخدم لعمل الصورة دي وكتب لك هنا شوية معلومات زيادة عن الفلات اللي هو كان آآ مستخدمها او ولكن لو انا عايز ابدأ من البداية باطلع فوق هنا وبقول له من هنا او بخش على من المينيو اللي على الشمال وابترى اكتب هنا بقى بتاعي فمسلا لو انا عايز اعمل مسلا كريسمس آآ ممكن اكتب كريسمس تريب على طول كده وبادوس وهنا طبعا ايه اللي ده هستهلك حداشر كوين من المية وخمسين كوين اللي هو بيدهملي بشكل يومي تعالي نعمل جينيريت بعد ما خلص بيديني اربع اختيارات مختلفة بابتري اختار الاختيار الافضل آآ فانا بالنسباني مسلا ممكن الصورة دي آآ احسنهم فببتري باجي هنا كده وبدوس على دولود ايميج بيبتري اعملي دولود وبيحفظها لي على الديسكتوب او على الموبايل آآ بتاعي وطبعا كل ما اخترت الموديل المناسب هيطلع لي صورة اقرب من اللي انا محتاجه وكمان تصبيط الفلاتر ومقاس الصورة اللي على الشمال دي مهم جدا لازم تحطه في الاعتبار قبل ما تعمل جينيريت وفي شوية اوبشن آآ ظريفة جدا فيه هو اسمه ده لو انا ممكن ارفع صورة هنا يستخدمها كمرجع او في عمل الصورة اللي بيعملها عشان يعمل حاجة مشابهة لها وكمان موضوع ده ده اوبشن كويس جدا برضو يعني مسلا في في المسال بتاعنا لو انا جيت هنا كتبت له في كلمة هيتأكد هو بيعمل صورة دي ما مش هيحط لي اي لون آآ بالاحمر يعني هييتجنب اللي هو يحط حاجات باللون الاحمر في تركة بسيطة عحبا بوضحها في موقع اللي هو موقع بي او اي احنا كنت شرحنا بكده برضو في بط جوة بي او اي بيقدر يساعدك اللي انت تعمل برومبت كويس قوي لموقع فلو انا روحت على ودست على كلمة وكتبت له هنا آآ ليوناردو تمام هيجيب لي فيه البط اللي هو ده ممكن هنا آآ يعني استخدمه في مساعدة اللي هو يديني برومبت اللي انا هستخدمه في موقع ليوناردو فمسلا لو انا عايز اعمل آآ صورة آآ روكت او صاروخ بلانش مسلا ممكن اكتب له روكت لانش فروم ايرس مسلا الارض وهنا يديني كزا آآ نصيحة لكزا برومبت مثلا اللي هو الاول تعالي ناخد رقم اتنين ده الاولين ده بتاعنا احنا ونروح هنا في موقع ليوناردو وهنام البيست هنا وطبعا هنشيل دي واقول له طبعا بدل ما انا افضل افكر في كل الكلام ده هو موقع اداني كل البرومبت كامل آآ بشكل آآ كويس بحيس يديني صورة متوقعة للخيال فده الصورة مسلا اللي طلعت لنا من الاول آآ نتيجة طبعا انا بافضل اغاير بقى في الفلاتر وفي الكلمات لغاية ما يديني آآ الصور افضل من كده بكتير ودي كانت بعض الامثلة لتطبيقات ممكن تساعدك اللي انت تعمل صور احترافية باستخدام الزكاة الصناعية ولكن في تطبيقات تانية كتيرة طبعا متاحة الانترنت ممكن برضو تساعدك تعمل نفس الحاجة باستخدام الزكاة الصناعية ولكن انا اتكلمت على بعض الامثلة المميزة اللي انا بصراحة استخدمتها عن تجربة شخصية وبما انه تستنته لغاية اخر الحلقة فانا هحاول نجاوب طبعا اهم السؤال احنا سألناه في الاول ازاي نقدر نحقق الربح من توليد الصور باستخدام الزكاة الصناعية ببساطة في مواقع كتيرة جدا متاحة الانترنت او معارض للصور بتقدر مسلا انت تشترك فيها وتبقى او مساهم وترفع الصور بتاعتك دي وبعد كده تقدر اتباحها من خلال المواقع دي والمواقع دي مليون المصممين والجرافيك ديزاينر بيستخدموها علشان يحصلوا على صور احترافية ويستخدموها في التصميمات بتاعتهم مقابل نظير مادي او اشتراك اه بسيط ومن اشهر الامثالة دي وفي موقع تاني اسمه والموقع التالت اللي انا بشايفه بسيط وسهل في الاستخدام هو كل اللي بتحتاجك تعمله بتعمل تسجيل الدخول في المواقع دي فمسلا على سبيل المسال موقع بتاح لك اللي انت تعمل تسجيل الدخول باي حساب جوجل وبعد كده بتروح على اللي هو بيع المحتوى على الانترنت وبعد كده بتبتلي ترفع او تقبلوض الصور اللي انت عملتها ولازم تخلي بنا للموقع ما بيقبادش الصور الصغيرة لازم يكونوا معدين الفين بيكسل فانت ممكن تستعمل اي تطبيق لو انت الصورة بتاعتك صغيرة وتعمل للصورة بتاعتك عن طريق اي تطبيق او اي برنامج موجود عندك على الكمبيوتر او الموبايل وهسيب لك شوية امثلة للمواقع اللي ممكن تكبر الصورة دي في الديسكريبشن اسفل الفيديو. تاني حاجة لازم ترفع على الاقل عشر صور عشان تبقى او تتفعل الحساب بتاعك. والحاجة الاخيرة بترفع حاجة اسمها او بتنزل كده وتملاب البيانات بتاعتك وترفقه بالصور زي كده او مستند ان انت بتقول فيه او بتقري فيه للصور دي انت اللي عملها مش واخدها من اي مكان تاني. ودي كانت فكرة بسيطة وسريعة ازاي ممكن نقدر نبيع او المحتوى او الصور دي عن طريق الانترنت ولكن احنا ممكن نخصص حلقة مخصوص نتكلم فيها بالتفصيل عن الموضوع ده. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون استفدتم حاجة جديدة. لو الفيديو عجبكم دوس لايب او نعمل عشان يجيناك كل جديدات جديدة ان شاء الله. وارداء الشير برضو لنشر المعلومة والعلم بجديدة. وهشوفكم في فيديو جديد مع او تعلم تكنولوجيا مع حمل عصام.